اه 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 او من ضمن يعني الاضطرابات السلوكية التوحد اتكلمنا عن بيبتدي من سن كام اتكلمنا عن ايه المراحل المختلفة اللي الامة او العيلة بتمر بيها عشان تتعامل مع الاضطراب السلوكي ده وكلمنا عن حاجات كتير قوي النهاردة هنكمل كلامنا مع ضفتي المنوراني والان انا مبسوط الحياة بوجودها معايا لانها لبت دعوتنا للفترة اللي جاية دي دي كلها وهي الدكتورة ولاء نبيل استشاري نفسي واخصائي سلوكيات يا دكتور مستخيل اخبارك ايه؟ مستخيل بشكورك ان انتي بتفضي نفسك طبعا وبتنورينا في عصر ابيض عشان يعني شهر التوعية با يعني ده انا اللي شكورك ان فيه الوعي ده عندك وفيه الحب توصيل المعلومات للناس نشكورك يا فندم جدا ونكمل بقى كلامنا من الاسبوع اللي فات احنا الاسبوع اللي فات زي ما قلت المشاهدين اتكلمنا عن مرض توحد وانهو بيظهر من تقريبا من سنتين لتلات سنين ده بدايت وما بيبقاش قبل كده بس الامة ممكن تلاحظ اختلاف في السلوك عند الاطفال ومن ضمن الحاجات دي العياط مثلا الكتير مرة واحدة تخبيط الراس الحركات الرفرفة السلوكيات مش طبيعي ان احنا نشوفها عند الاطفال ارابدوا الاكل معين او حبوا الاكل معين في بعض الحاجات كده بتبقى مؤشرة بتبقى مؤشرة ان التكل عندهم وبعض المشاكل وبعد ده اتكلمنا عن المراحل المختلفة العيلة بتمر بيها من مرحلة الصدمة لمرحلة الانكار لمرحلة بعد كده التقبل على معتقد فقدان القيمة وبعدين التقبل وبعدين التقبل وبعدين البحث البحث على معنا مضبوط كده حاولت تحفظه على قد مادر طيب النهاردة بقى عاوزين نتكلم او انا عارفة لما فلكن نتكلم عليه مرة اللي فاتت بس حاجة انا اخدت بالي منها ان فيه ناس فهمة الموضوع غلط يعني فيه خرافات كده غريبة عن مرض التواحد ان الطفل لبسه جن وشعوزة وحاجات كده كتير او احكي لها لنا كده بالتفصيل طيب احنا اول حاجة هنتكلم فيها واكتر خرافة منتشرة ان فيه اكل معين بيسبب الاصابة بالتواحد يعني الطفل يكله يسبب الاصابة بالتواحد مفيش حاجة اسمها الكلام ده انا يعندي توحد يا ما عنديش يعني مش الطفل بيتولد وده في كل الخرافات اللي هنتكلم فيها او ده في كل الاراء اللي الناس بتتكلم فيها بيتولد عنده توحد مش بيتولد وبعدين يجيله توحد بيظهر في سن متعرفة بيظهر في سن معين ممكن يكون متأخر ممكن يكون بدري ممكن تكون الاسرة ما عندهاش الادراك الكافي على حسب كل حالة وبيبقى ليها الظرف بتاعها او ليها ظروفة ففيه ناس تقولك لا انا ابني كان كويس جدا بس اكل امح حاجة فيها امح حاجة فيها لبن فجاله وجاله طباحه لا هو كان عنده بوادر او الاساس ممكن الاكل اللي اكله سواء بقى حاجة فيها سكريات ظهرت الاعراض بدري او يعني فقمت من الحالة خلت الموضوع يبقى صعب شوية طبعا انا شو معروف ان السكريات بديت دي طاقة عالية بديت دي طاقة بالحبوبة تساعد لما يكون مثلا بيخبط دماغه في الحيط فيخبطها اكتر لكن شيء دي الاساس في حاجة تانية الطفل ممكن ياخد تطعيم معين الام تيجي تقول لي هو كان كويس جدا بعد ما اخد التطعيم جاله التوحد لا ده مش صح نفس الفكرة احنا كناس عاديين او كاطفال عاديين لما ابتخدي دوا معين ممكن بيعمل معك الايفكت المطلوب الطفل التوحد الموضوع معاه مختلف تماما تفاعلات جسمه مختلفة عن التفاعلات الجسم العادة فممكن يتفاعل مع اي دهوة مع اي اكل مع اي مادة بتدخل الجسم فبتسبب حدة للأعراض فبرضه هو مش عشان اخد التطعيم جايله لا هو بس زيادة في الأعراض زيادة في الأعراض او الأعراض زهرت بصورة جديدة شوية طب احنا معنا رحيب على التليفون يا رحيب نساء الخير ألوه مساء النور يا فندم أخبارك اي يا فندم ازايك يا دكتورة ازايك يا حبارك أعلى سماعيكم وعليكم السلام سماعينيك يا رحيب اتفضلي ايو يا فندم سماع حضرتك بقول لي حضرتك انا ابني هو مش عارفة هو ما عندوش توحد بس انا رحت كشفت بيا عند معهد السماء والكلام ولفت ديك عند كزا حد قال لي ان هو عندو تأخر لغوي هو دلوقتي عندو ثلاث سنين وتمن شهور طب ايه الاعراض يعني خلتك تروحي بيه للدكتور هو يعني هو كلامه يعني قليل ماشي ام ازاي اخته انا اخته عندها دلوقتي خمس سنين نهيا ام بس كانت في سنه كان مسابقت مروحل ماشي يعني هو متأخر في الكلام مش كل حاجة بيقولها هو طبعا ده طبيعي لان البنت مبضجها العصب اسرع من الولاد فشتلاقي ان الموضوع عند البنات مختلف شويا عن الولاد طب فيه اعراض تانية لا هو عادي طبيعي جدا بياكل بيشرب بيطلب الاكل كل حاجة مفيش مشاكل طب بنشكرك الرحاب على تليفونك والدكتور هترد عليك حاليا طبعا طالما فيه تأخر لجوي يبقى الولد محتاج برنامج معين للتخاطب يمشي عليه فترة على حسب الحالة بيبقى مع السلام من 3 ل 6 شهور ممكن يكرروا بعد كده بس الموضوع مالوش بقى هنا علاقة بالتبع ده هنا يعني الموضوع بيبقى حاجة عرضة وبعدين بتنتهي يمكن ان لقت عشان اي حاجة في اطفالنا لحنا تحس بيها طبعا بالحس ان احنا لازم نجري على كل الدكات لأ وهي كويس انها يعني بدأت في الفلسن البدري دات وديه علشان ياخد الجلسات والموضوع يعد ان شاء الله طب احنا معانا استاذ مروان يا استاذ مروان مساء الخير السلام عليكم وليكم السلام ومن الله وبركاته ازاي حضرتك يا فانده الحمد لله اتفضل حضرتك بتتكلموا يعني يعني التراب التوحد واعراضه واحنا برضو عاديم يعني حضرتك نتكلم عن حقيقة حضرتك اللي احنا عاديم نغيره نظرة المجتمع لليه هو عنده اتراب التوحد طبعا طبعا ليه دايما اسرته يعني بتعاني من من قلم نفسي لنظرة المجتمع له ومو بتقدرش يعني تفحبه ايه كأي منازة خطب حضرتك وبيبقى يعني بيوقع متجنب حضرتك من الناس وديه هو ده يمكن حتى ديب يسبب له كمان ازى نازب فيه طبعا وبعد المدارس حضرتك ممكن ما بده يعني بترداشت فورفه التاقده و المدارس الخاصة اكتر وعنده برضو مغيره يعني ايه نظرة اللي يعني دائما في الاعمال الدرامية اللي بيقوم الاني يعني اللي عنده يعني التراب التوحد يبقى كلا اعمال الدرامية يعني يعني دوم مرظهر يعني مش كوايط حضرتك يعني غريط على حضرتك يعني تبقى عنه يعني فعلا فكرة يعني له يدر كثير قوي الإعلام في الموضوع ده أكيد أكيد هو ده نحن نتكلم عليه يا أستاذ مروان فعلا موضوع نظرة المجتمع للي عنده اضطراب سلوكي أو التوحد وهنرد على حضرتك بعد بس ما نطلع فاصل بس أذنك يا دكتور مشاهدين الأعزاء فاصل سريع ونرجع لكم على طول تائب موضوعنا رجع لكم مرة ثانية ونشاهدين الأعزاء ولسه مكملين مع حضرتكم عن الاضطراب السلوكي هو التوحد مش هو التوحد هو من الاضطرابات السلوكية مظبوط يا دكتور لأن في اضطرابات سلوكية كتير تانية نرد بقى على الأستاذ مروان اللي كان كلمنا قبل الفاصل على طول وهو كان بيكلم عن أسلوب تعامل المجتمع مع الطفل اللي عنده توحد وكمان لما الأباء والأمهات بممكسوفين هم يأخذوه في أي مسأل مناسبة أو حاجة زي كده لغير طبعا الدراما مظبوط فيمكن لو تسمحيلي أو حباك تسمحلي يا أستاذ مروان نحن نأجل بس الرد على السؤال ده لغاية ما نعرف باقي الخرافات باقي الخرافات وبعد كده هنتكلم طبعا عن تواعية المجتمع وهنتكلم عن السلوكيات المختلفة طبعا احنا كنا تكلمنا في الخرافات على موضوع الأكل موضوع التطعيمات من ضمن الحزات كمان منتشرة جدا قصة التلفزيون أنه برضو التفت لا اتفرج على التلفزيون كتير أو قعد قدام التلفزيون أول كم سنة من الأم كانت مشغولة أو قعدته قدام التلفزيون فالتفت هنا كده جاله تواع لا هو برضو زود له الأعراء مش جاب له تواع موضوع الجن أو أن هو ملمعوس أو ممسوس أو محسود أحياناً بتجيلي ممكن مثلاً الأب لو أم تقولك إيه دمرات عمه بسطله فالولد بقى من ساعتها ما بقاش كويس ده تلبس ده مش عارفة إيه فتلاقيها بدل ما بتروح للدكاترة بتروح لمعالجين أو بتروح لدجالين لدجالين بتعالجوا بطريقة معينة الموضوع ده ممكن يسبب له حدة في الأعراض لأن الطفل أحياناً ممكن يكون بيخاف من الأصوات العالية فنلاقي إن فيه أساليب خطيئة تعملت معي بوزت له الدنيا زيادة يعني فيه أساليب لو اشتغلمت ممكن تزود من الأعراض أكتر طبعاً أساليب مش هقول علاج يعني علاج من وجه نظر الأم والأم أساليب تعانوش ما هو أنا إمتى أسلوب يبقى فعال يعني إمتى التجاهل مثلاً من جانب المجتمع يبقى صح لطفل زي كده التجاهل للسلوك اللي هو بيعمله إمتى يبقى صح وإمتى التعاطف يبقى صح على حسب السلوك نفسه وده رد كمان لسؤال أستاذ مروان يعني المجتمع المفروض يتعامل مع الطفل ده إزاي لازم يكون عنده وعي الأول يعني أنا لازم أكون عارفة الاضطراب إيه طبيعته إيه إيه بالنسبة لطفل زي كده ممكن يكون بيحصل زي الفيديو اللي شفناه في أول اللقاء على موضوع الطفل اللي بدأ يسرخ هنا ممكن يكون بيسرخ علشان في مكان غريب ممكن شوف حواريه ناس كتير ممكن الأضواء تبقى بدايقان على حسب فده لو جيتي تبطبتي عليه ممكن بالنسبة له يبقى الموضوع ده كارسي يزود له حدة الأعراض أو يزود له العصبية اللي عامل طب والمجتمع يعمل إيه دكتور طب حبارك قلت مثلا الموضوع السريخ يعني هل ناخدها سلوك سلوك ولا نتكلم بشكل عام يعني بعد ما المجتمع يعرف أو يعني يبقى فيه توعية إن الطفل ده عارف يعني إيه توحد وتعارف إن فيه سلوكيات مختلفة أو الحاجات دي كلها أنا مثلا كمشاهد أو كابنا إيدا ماشي في الشارع ولقيت سلوكه من طفل مثلا مختلف زي السريخ أنا أتعامل معه زي أتجاهله وأمشي ولا أساعد الأم مثلا فإن أنا هديه ولا أعمل إيه هو أنا يعني ممكن أتكلم مع الأم لو محتاجة مساعدة بقدم المساعدة مش محتاجة مساعدة خلاص لكن ما قفش وأعود أتفرج على الولد كأن يعني فيه عرض قدامي ما عودش أقولي عيني شوف فيه بعض الأمهات ممكن تقول لإبنها شوف إنت لو ما سمعتش الكلام هتبقى زيه شوف الولد ده بيعمل زيه ومامته بتضربه زيه فأنت هنا لأ أنت هنا أولا بتأذي الأم ثاني حاجة بتشتتيها هي ما بتبقاش عارفة تركز بقى مع الطفلة هتعمل إيه معي هتتعمل معاه إزاي بتبقى حسة أنه نوع من أنواع المكسوفة مكسوفة يعني إحنا منتعامل مع الأمراض النفسية أو الاضطرابات إنها عار للأسف والله إحنا كلنا عندنا مشاكل نفسية فنلاقيها بجاء مثلا كلنا عندنا مشاكل بس فيه حاجات بتبان وفيه حاجات ما بتبانش بالزبط فنلاقي الأم ده ده ما بتاخده مكان المفروض إنه هو بيفيده نلاقيها عزلك بدل من أن نزلت بيه مثلا السوبر ماركت أو نزلت بيه أي مكان لأ خلص خليه في البيت أحسن وده بيزود الأعراض كمان ده طبعا هيزوده الأعراض وهيحرمه من فرص كتير في التعلم لأنه برضو من ضمن الخرافات حوالي المرض التوحد إنه الطفل التوحد غبي أو معلي أو مش هنقول غبي عنده تأخر عقلي يعني بيبقى العكس يا دكتور مضبوط مش هنقول العكس الطفل في أحيانا بعض الأطفال بيبقى عندها جماعة تأخر عقلي وعندها توحد دي كده عندها الترابين زي ما قلنا المرة اللي فات طيب معظم أطفال التوحد مستوى زكائهم في المستوى المتوسط عادي زي وزيق وزيق معظم الناس وفي منهم اللي داخل في طيفة المتفوق إنه مستوى زكائهم أعلى من المتوسط أو المتفوق يعني مش غبي ومش بعيدة عن الطفل العادي بالعكس زي وزي الطفل العادي بس هوا مشكلة عنده معينة في السلوكيات وفي التكيف مع الحاجات اللي ممكن أي طفل عادي هتكيف معها يعني أنا ممكن أبقى قاعدة مثلا قدامي قدامي لمبة قدامي دوق معين قدامي مش عارفة إيه أنا كطفل عادي أو كطفل ما عنديش مشكلة الموضوع ده مش مدائم لأ طفل اللي تواحد ممكن يكون الموضوع مدائم طيب بالنسبة لعزل الأطفال عن يعني بيروحوا فصول مختلفة ببعدهم مع الأطفال اللي معندهمش طيب قدامي قدامي بزيطة دي المشكلة أنا بواجهها والعكس شفته يعني في مناهج بريطانية يعني بالعكس إحنا كان ملزم منا المدرسة بتاعتي زمان قوي إنه إحنا لأ إحنا عندنا حصة مش هقول حصة إحنا موجود معانا في الفصل الناس عندهم اضطراب كنا بيعلمونا إزاي نتعامل لما بنشوف موقف مختلف أنا ما بشوفش ده كتير قوي هنا يعني في مدارس آه بتعمل كده لكن في مدارس كتير ما بتعملش كده فهنا بقى على المفوض المجتمع يعمل يعني هنا طبعا قضية الدمج دي قضية كبيرة جدا وديها محاذير كتير مينفعش أدمج كل الوقت وفي نفس الوقت ما ينفعش إن أنا نعزل الطفل معظم الوقت خل دمج دي أشكال ممكن مثلا أدمجه في الأنشطة الرياضية يعني الطفل يبقى مع زميله أو مع أصدقائه في ممارسة نشاط رياضي ممكن أدمجه في الفترة الأكاديمية الطفل بيتعلم فيها ممكن أدمجه في نشاط اجتماعي في وسط الناس طب إمتى أعمل كل حالة هي طبعا كل حالة بيبقى ليها ظروفها بس علشان أنا أدمج الطفل ما حاولش أسيبه الوحد لأنه طبعا هو مش هيعرف يتعامل لازم يبقى فيه حد الوافق العامل لازم يبقى فيه حد الوافق العامل أو مدرس دعم أو على حسب المسنيات ده بيساعد الطفل على الاندماج في المجتمع لفترة معين وبعد كده بيبدأ يسحب نفسه تدرجيا لما بيلاقي أن أمور الطفل استقرق وقدر يتعامل بقى من غير وسيط مع الحواليه سواء مدرسين سواء أطفال في نفس سنو سواء أي حاجة فبيبدأ أنه بعد كده يسحب نفسه تدرجيا والطفل بيتعامل عادي هل السلوك ده بيتعافى منه الطفل أو الاتراب ده بيتم علاجه أو لا السلوك أو الاتراب آه دي نقطة مهمة لأنه دي حاجة ودي حاجة أيوة فهمينا الأول الفرق وبعد كده إيه اللي بيتم علاجه هو الاتراب دائم السلوكيات ما بتبقاش دائمة بتبقى متغير فأي حد بيجي يشتغل على تأهيل سلوك أو علاج سلوك دينا مثل كده دكتور يعني مثلا لو هنتكلم على قصة فيه سلوك معين عند طفل التواحد إما بيقض نفسه ده مش سلوك دائم أنا ممكن مع العلاج السلوكي للطفل السلوكي يبقى خلاص كده تغير أو تعالج تماما إما بقى بعمله بديل إما السلوك بينتهي تماما على حسب فهنا كده السلوك ما يبقاش دائم الاتراب نفسه هي اللي دائمة لكن الأعراب أو السلوكيات متغير ممكن السلوك ده يختلف من حاجة لحاجة لكن يفضل فيه اتراب في السلوك لكن بأشكال مختلفة بأشكال مختلفة وبنسب متفاوطة على حسب التدخل مع الطفل وعلى حسب برضو أنا بتعامل معه إزاي يعني أنت لو بتتعامل مع الطفل بتفاهم هتقدر يتعالجي معزم سلوكيات هتقدر يتحاول وده سؤال جالي إحنا بنعالج ولا بنعمل إي للولاد لا إحنا مش بنعالج بس إحنا بنحاول نخليه يوصل لحياة أفضل يقدر أن هو مثلا يرعي نفسه يتعلم كويس في حاجات معينة بنعملها مع يتواصل بشكل أحسن ممكن يكون ما بيتوصلش كويس يعني احتياجاته يقدر أن هو يلبيها طيب دور المعالج هنا دور مهم جدا لأنه هو بينطس المعالجين المعالجين بذلك الأم خوف الأم على خوف الأب على نظرة المجتمع على الطفل اللي هو الأساس في كل حاجة اللي يحتاج كل الاهتمام مفروض يبقى عنده إيه المقاومات المفروضة تبقى موجودة عند المعالج خلينا نقول النفسي في الأول إحنا ليه بقى قولنا معالجين أو ليه قولنا معالج لأن كل اضطراب عنده الطفل بيبقى ليه حد متخصص فيه فعلا يعني ممكن الكفل يكون عنده مشاكل في اللغة فده هيبقى محتاج حد تخاطب ممكن تبقى مشاكل سلوكية هيبقى محتاج حد نفسي ممكن تبقى مشاكل مثلا في المهارات هيبقى محتاج حد بتاعتنا 100 مهارات فكل واحد بيبقى ليه التخصص بتاعه طيب إيه السمات الأساسية اللي تبقى متوفرة بقى في الجميع أول حاجة طبعا الموضوع المعرفة أو العلم أنا دايما من الكتب الكتب موجودة والنت موجودة وكل المعلومات متاحة ما ينفعش أن أنا كمعالج أجي أدي رأيي للأمة أو أجي أديها خرافة تيجي تقول لي أصل مستر خلان قال لي أن الولد خفك ده خلاص أصل قال لي مش عارفة أن الولد السبب اللي خلى عنده كده حاجة مثلا معينة التلفزيون إقفر التلفزيون وهو هيبقى كويس أنا بسمع عراء بصراحة يعني غريبة جدا كل واحد يركز في الحتة بتاعه دي أهم حاجة كل واحد يكون عنده الأمينة في نقل المعلومة يعني أنا ما حاولش أن أنا أخترع وخلاص ما قولش رأي وده برضو دي مشكلة صعبة جدا ما قولش رأي أنا مش متأكد منه لأن الأهل اللي يجروا ورا الأمل حتى يعني لو بزبط ومع التجارة وغير منطقي ومع التجارة ومع اللي بيحصل يومين دولت فهي بتبقى مسألة ابتزاز مش أكتر يعني أن أنا أشفد فلوس العيلة مش أكتر عشان كده أنا دائماً بحب أعرف إيه هي المقاومات اللي أنا أدور عليها في أي معالج مدامي عشان يسهل الدنيا على الأمهات أو الأباء اللي بيتفرجوا علينا هو طبعاً أول حاجة بكرة التخصص أنه هيكون حد متخصص يكون حد أمين يعني هنقول المجال الويسع بس أي حد بيتعامل بأمانة بيتعرف والمستغلين بيتعرف كمان فيكون حد ثقة طبعاً إحنا يمكن اتكلمنا في الأول خالص أو يمكن في الأسبوع اللي فات قلنا إن عشان الأمة تعرف ابنها عنده توحد ولا لأ لازم تاخد رأي كذا دكتور نظبوطه دي نقطة مهاشة إن دي مشاكل إزدواجات التشخيص إن كل واحد بيدي رأي بزبط إحنا يمكن الأسبوع اللي فات كان فيه متصلين كتير كلمونا اللي قال عنده دكتور قال عنده فرط حركة واللي قال لأ ده عنده توحد واللي قال إنه عنده مشاكل كتير ففكرة إن أنا عشان أطمن أو عشان أعرف إنه ابني عنده توحد لازم نروح لواحد واثنين وتلات وتلات ده مهم جدا ويفضل طبعاً طبعاً طيب إحنا كلمنا عن سلوكيات مثلاً إن إحنا إن الولد لو بيعيط مثلاً كتير فوسط الشارع فإحنا بنتوجه للأم إنتي محتاجة مساعدة ولا؟ لو محتاجة مساعدة بقدم المساعدة لو محتاجة مساعدة يعني نبعد بقى عن الكلام الله يكون في قونك آه يعني مع السلامة ونمشي آه يعني عشان هي أصلاً تبقى حاسة أن هي متضايقة ومكسوفة وكل حاجة فيعني إحنا نعدد المساعدة مش أكتر من كده لو الأمه محتاجة حاجة أكيد هتقول مش محتاجة حاجة أو لو المرافق للطفل عموماً طبعاً اللي هو هيبقى محتاجه هيقول هل تمام إحنا عاوزين نتكلم عن المرافقين عاوزين نتكلم عن نظرة المجتمع للمرافقين اللي عندهم توحد وكمان الثقافة الجنسية كمان لهم لأن دي مهمة جداً ونعرف أنها بتوليه مشكلة طبعاً مهمة والفترة اللي فاتت كان منتشر قوي موضوع للتحرش بالأطفال واستغلالهم معظم اللي يتكلم يتكلم عن التحرش بالأطفال العاديين أو الطبعيين وهم هنا بيقدروا يعبروا عن نفسهم وبيقدروا يتكلموا لكن لو طفل زوج احتياجات خاصة لا هيقدر يعبر ولا هيقدر يقول أنا تأذيت ولا هيقدر يقول أحد طبعاً ودي مشكلة كبيرة جداً هنتكلم عليها بقى أنا أسفل قطع كلامك بس الأسفل وقتنا خلص نتكلم عليها الإسبوع جاء إن شاء الله بعد إذن حضرتك طبعاً هرقورينا مرة تانية إن شاء الله دي شيء سعيد ونشكرك يا فندم ونتكلم عن الموضوع ده لأنه موضوع لا ينتهي نورتنا وشرفتنا ونشاهدك الإسبوع جاي إن شاء الله مشاهدين الأعزاء تابعونا بعد الفاصل على طول نوح عبد العزيز وخلاني نقول مودة المرات يمودة إن شاء الله تابعونا